طاهر حميد هو أول المنفذين طاهر حميد أول المنفذين للركلات الترجحية قدم؟ واي يردها يردها وأول الكرات يردها 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 مصطفى محمد صالح طبعا تمر ركلات جزاء كانت في مواجهات الفريقين وأول الركلات يردها محمد صالح أول الركلات يردها محمد صالح رابو محمد حمادي أحمد على التنفيذ حمادي أحمد على التنفيذ الآن حمادي أحمد على التنفيذ محمدي سبعة أهداف في شباك نادي النجح في تاريخ المواجهات في بطولة الدوري الآن الخبرة محمدي ومحمد قاص محمدي على التنفيذ محمدي قدم حمادي قدم ويسجد كرة جميلة وهدف جميل وركلة جميلة من حمادي الآن واحدة جوية لا شيء النجح الركلة الثانية لفريق نادي النجح كرة جميلة لعاب بعقل على يسار الحارس محمد قاص ولسن على التنفيذ قدم ويلسن ويسجل ويلسن أول ركلة يسجلها لنادي النجح ويلسن أقاكبو واحد واحد الآن الركلة الثانية للقوة الجوية ويلسن أقاكبو يلعب الكرة مرت على يمين الحارس محمد صالح الركلة الثانية للقوة الجوية قاص قدم جيفرسن قدم ويسجل يسجل الركلة الثانية اثنين واحد الآن بركلتين اثنين واحد بركلتين الركلة الثالثة لفريق نادي النجح الركلة الثالثة لنادي النجح ستيفين على التنفيذ قدم ستيفين واه برابو محمد برابو 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 محمد يرد الكرة محمد يتمكن من رد الكرة الثانية اثنين واحد الآن شوف برابو محمد برابو حار الشاب يمتلك رؤية والشاب محمد صالح امجد اووووووووووووووه تردد امجد وبالتالي يردها محمد قاص امجد راضي يخطأ التسجيل الآن اثنين واحد بتلث ركلات اثنين واحد شوف أمجد أخطأ زجبيل محمد موسى محمد موسى على التنفيذ محمد موسى قدم ويسجل محمد الركلة الثانية اثنين اثنين تبقى الركلة الرابعة لفريق القوة الجوية علي محسن قدم ويسجل ثلاثة اثنين الان الركلة الاخيرة الركلة الاخيرة اذا اخطأ لاعب من النجا في فوز القوة الجوية روح رياضية عالية جدا ما بين علي محسن ومحمد صالح وترقب بان ينقذ الفريق محمد صالح اذا اخطأ او لاعبي مصطفى مؤيد على التنفيذ مصطفى مؤيد اذا اخطأ رح يكون الفوز للقوة الجوية مصطفى مؤيد قدم مصطفى هو يسجل يسجل الان اذا سجل القوة الجوية رح يفوز اذا سجل اخر الركلات حمد يتقدم حمد وانتهت انتهت انتهت فاز القوة الجوية باربعة مقابل اثنية ثلاثة اربعة ثلاثة يفوز القوة الجوية وبغياب عشرة لاعبين يتمكن فريق القوة الجوية من الظفر